وبتعتقل وبتدخل السجن واخوه بيتقتل وهو بينزل تاني يوم ده ما حصلش في تاريخ مصر لا حصل في ايام الثورة تسعتاشر ولا حصل في اتنين وتمانين ولا حصل في اي اه مشهد قبل كده من تاريخ مصر الحديث ده شيء يجب ان اتوقف عنه عنده جيدا الشعب المصري الناس البسطاء قال البسطاء في مصر يريدون استرداد بلدهم باختصار يريدون استرداد وطنهم استيقظوا على هذا استيقظوا 25 يناير 2011 صحتهم مش هترجع تاني الاتلافات اللي حصلت والنضال كل ده عظيم جدا بس مش هتقرر تاني خلاص ده ناس قدت دورها صحة الناس دي ده اللي احنا نستوعبه واذا ادركناه لانه عندنا مشكلة ادراكية احنا احنا عندنا مشكلة معرفية احنا مش مدركين اللي بيحصل لا اللي في السلطة مدركينه ولا اللي بيفكروا مدركينه ولا اللي بيتولوا الزعمات مدركينه اللي بيحصل شيء غير مسبوخ بالنسبة للشعب المصري انه الناس عاوزة وطنها باختصار وبالتالي ما تقدرش تقول انها تضحي عشانه وبالتالي اللي في الشارع دلوقتي دوت مش 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 اطياف سياسية هو مواطن عادي يعني ده مواطن عادي بسيط مواطن اصلا لم يشارك في خمسة وعشرين يناير في محافظات بالكامل سمعت عن خمسة وعشرين يناير في الازاعة وفي التلفزيون النهاردة فيها مسيرات هو يعني ال 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 اه سوهاك كانت طلعت خمسة وعشرين يناير الصعيد كله تقريبا مصري الصعيد كله طلع ما يعرفش حاجة يعني انا شخصيا كان يعني اهلي بيكلموني هناك بقولوا ليه الدوشة اللي عندكم اوعى تكون ساكن قريب من الدوشة دي في حاجة في خطر ولا حاجة النهاردة انا بسألهم بقول لهم ايه اللي عندكم وخلوا بالكم ونفسوكم هي ده اللي انا عاوز اقوله السلطة الحالية لا تقصر فيه تنبيه المواطن الى الخطر القادم اه لا ده بس خطر تاني اه لانها لا تفتعل تفعل كل يوم اه لا انا بكلم على خطر تق عشد بقى خطر حقيقي خطر حقيقي هذا الامر لان انتهي لا بخمسة وعشرين يناير ولا بعد ستة شهر على فكرة ولا بعد يوم ده بيتزايد يوميا بينضم لصفوف الناس اللي في الشارع ناس جودات كل يوم بيطلع جيل تاني الطلبة الجامعة اللي عاملين المزاورات النهاردة دول مكنوش في الجامعة في خمسة وعشرين يناير صحيح كانوا في السنوي دول كانوا في السنوي كانوا برا الموضوع طيب احنا اه زي ما بقول السلطة لا تقصر فيه تنبيه المواطنين اه بتصرفاتها الحالية